السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا اليوم الثلاثاء 18 تموز يوليو طبعا القمر موجود في برج السرطان ورح ينتقل في ساعات الصباح لبرج الأسد هذا اليوم مميز بالمكاسب ولكن في عصبية عالية جدا ومشاكل ومشاحنات عالية جدا فضبط الأعصاب مطلوب بشكل كبير من الجميع اليوم توقعاتنا زي ما حكينا اليوم الثلاثاء القمر الآن موعد بث الحلقة موجود في برج السرطان وبدو ينتقل زي ما حكينا لبرج الأسد في ساعات الصباح هو الآن موجود في منزلة الجبهة وهي منزلة للصلح واتفاق الشركاء والضغط على العدو وبرضو القمر رح يضل في هاي المنزل لغاية الساعة تسعة واثنين وخمسين دقيقة من مساء اليوم الثلاثاء لينتقل القمر بعدها لمنزلة الزبرة وهي منزلة للربح والحرية والصلاح والإصلاح زي ما حكينا القمر موجود في برج السرطان معناته منظلة غاية ساعات الصباح منشعر بقوة العاطفة منحاول خلق جو من الأمان إنه لأحبائنا من مين لعمل أشياء بتريحنا من ناحية أخرى بتراودنا بعض الذكريات ومنها من يذرف الدموع وهو يقلب صور تذكارية في ألبومه ويجب أن ننتبه أكثر لطعامنا وشربنا لأنه بالفترة هاي بنشعر بحافز كبير لالتهام الكثير من الطعام علينا تجنب انتقاد الغير نظرا لأن حساسيتهم بتكون في أوجها بوسعنا شراء عقار أو زراعة نبت ما أو شجيرة أو الانتباه أكثر لأطفالنا وقضى وقت ممتع في البيت بالنسبة للزوايا الفلكية البطيئة طبعا في تأثير لزاوية بين عطارد وبين أورانوس ولكن لسه ما وصلنا لمرحلة إنه نذكرها ولكن الزاوية الأولى اللي رح نتكلم عنها هي زاوية التربيع السلبية بين عطارد وبين المشتري واللي تأثيراتها من يوم 15-7 إلى يوم 21-7 بتهدد بالقلق النفسي بتزيد من ميلنا للأخطاء في الحكم إفشاء الأسرار ممكن نتعرضنا لمشاكل مع العدالة أهم إشي ننتجنب توقيع الوثائق المهمة وما نقوم باستثمارات أو مضاربات مالية لأنه ممكن تنتهي بدعاوى قضائية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التسديس إيجابية بين الشمس وبين أورانوس هاي الزاوية تأثيراتها من يوم 11-7 إلى يوم 18-7 يعني اليوم آخر يوم لإلها هاي الزاوية بتعزز قدراتنا الإدارية بتضفي جاذبية على شخصيتنا بتعزز قوة الحدث لدينا بتمنحنا الابتكار ومواهب للاختراعات والانجذاب لكل ما هو جديد ومنعيش علاقات جيدة مع الأصدقاء ونجاح غير متوقع النجاح ممكن يكون عن طريق علم أو يكون عن طريق يعني اكتشافات وبرضو في نوع من أنواع التغييرات المفيدة اللي ممكن تخرجنا من رتابة الحياة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التسديس إيجابية بين الشمس وبين نبتون هاي الزاوية تأثيراتها من يوم 13-7 إلى يوم 28-7 طبعا ذروتها يوم 20-7 في الساعة 1-6 دقائق بعد الظهر بتعزز الخيال الخصب في مجالات الفن والابتكار بتزيد من قوة الحدس بتمنحنا خيال خصب ومثالية وإلهام ومواهب فنية والميل للأحلام وقوة الحدس وهذا شيء بيجعلنا نشعر بالطمأنين الداخلية وبيخلقنا ظروف مناسبة للعمل أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التقابل السلبية بين المريخ وبين زحل هاي الزاوية تأثيراتها بدأت من يوم 13-7 إلى يوم 28-7 طبعا ذروتها يوم 20-7 الساعة 8 و38 دقيقة مساءً بتوقيت جرينج أي زاوية بتزداد فيها المواجهات أو بسببها والمشاحنات وأعمال العنف اللي ممكن يتخلف مشاكل عديدة برضو بتزيد من العصبية وعلينا يعني نتمع لك عصابنا أو ضبط نفسنا في التعامل مع الغير وتجنب المواجهات بيتفاقم أي شعور بالملل وبيتحول لامتعاد داخلي وبينعكس على علاقاتنا مع الغير تدفعنا للإفراط اللي ممكن يسببنا حوادث أو عمليات جراحية وبتزيد من أنانيتنا وتعنتنا وصرامتنا وممكن يتعرضنا لهجومات من الخصوم فتاكي أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تقابل سلبية بين الشمس وبين بلوتو وهاي تأثيراتها من يوم 13-7 إلى يوم 30-7 طبعا ذروتها يوم 22-7 الساعة 53-52 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش بثور أعمال عنف ومواجهات إلها علاقة بالنيران والمعادن وبتعزز التسلط عند البعض وبيحاولوا فرض سيطرتهم على الآخرين بتضع عقبات في طريق نجاحنا وبرضو بتسببنا عدوات خفية كما إنها بتزيد من شهوانيتنا وبتضر هاي الزاوية بالصحة وممكن تسبب إنها أمراض خطيرة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديس إيجابية بين نبتون وبين بلوتو وهي زاوية منفصلة تأثيراتها من 28-6 إلى يوم 12 طبعا هذه الزاوية إلها تأثيرات إيجابية قوية جدا إنها بتسبب عودة وضعية قديمة بتظهر على الساحة إما أني أنا مقدم لوظيفة مقدم لعمل شخص بعرفه علاقة موضوع قضية ترجع بتظهر على الساحة اللي اتدعم من وضعنا أكثر فأكثر أما بالنسبة للزاوية اللي اليوم تأثيراتها أو اليوم قوتها أول زاوية هي من زاوية يوم الأمس زاوية إيجابية بين القمر وبين الشمس وإنها هي الزاوية اللي بنولد فيها الهلال طبعا هاي ذروتها يعني بعد قليل الساعة ستة وواحد وثلاثين دقيقة من مساء اليوم الاثنين اللي هو موعد بث الحلقة وبعليها طبعا رح يستمر تأثير هاي الزاوية يعني من الآن موعد بث الحلقة وحتى مساء يوم الثلاثاء نولي مزيد من الاهتمام لصحتنا بنتلقى المساند والدعم من الأصدقاء بنتجه لتغليب العقل نصبح أكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا بتساعدنا على التوازن والثقة بالنفس والنجاح بالعلاقات العاطفية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التثليث إيجابية بين القمر وبين نبتون هاي الزاوية برضو تأثيراتها من الآن وحتى ساعات ما بعد ظهر اليوم الثلاثاء بتعزز الخيال الخصب وبيقوى الحدث عليه فأن أكثر المستفيدين هم اللي بيعملوا بمجالات ذات صلة بذلك كالفن والديكور والتجميل وهذا وقت مناسب للراحة وبتزيد من حساسيتنا ورومانسيتنا بتمنحنا كفاءات للعمل اللي له علاقة بالمسرح أو الفن أو الروحانيات أيضا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التقابل السلبية بين القمر وبين بلوتو هاي ذروتها الساعة ثلاثة وصد دقائق صباحا من صباح اليوم الثلاثاء ولكن بتبدأ تأثيراتها من الآن وبتستمر حتى مساء يوم الثلاثاء تدفع بعض الأشخاص للتسلط ومحاولة فرط سيطرتهم على الآخرين ممن حولهم من الأصدقاء وأفراد العائلة وبتوجه اهتمامنا للأمور الخفية والغامضة وبرضو بتقوي من شهوانيتنا بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار يعني خلو المسار رح يبدأ الساعة ثلاثة وست دقائق صباحا من صباح اليوم الثلاثاء ورح يستمر حتى تمام الساعة أربعة وتسعة وثلاثين دقيقة صباحا بتوقيت جرينج لا ينتقل القمر بعديها لبرج الأسد هذا بيعني أن هاي الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة أربعة وتسعة وثلاثين دقيقة صباحا القمر خلاص بنتقل وبصير في برج الأسد عشان هيك من ساعات الصباح بصير الناس من حولنا في هاي الفترة أكثر كرما مما اعتدنا من الناحيتين المادية والعاطفية بيكون التركيز حول الاستمتاع والترفيه وتبادل العاطفي مع الحبيب بوسعنا التقرب من المسؤولين ومحاولة الحصول على بعض المطالب العادلة بوسعنا اقتراض المال والاستثمار واقتناء حلية ثمينة والتحلي بالشجاعة وارتداء ملابس أنيقة بتلفت انتباه الآخرين لا إلا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين المشتري وهي الزاوية طبعا ذروتها ساعة خمسة ودقيقتين من عصر يوم الأربعاء ولكن بتبدأ تأثيراتها من عصر يوم الثلاثاء يعني من عصر يوم الثلاثاء وحتى مساء يوم الأربعاء هاي زاوية مأثرة هي تربيع سلبي بين القمر وبين المشتري يجب توخي الحذر ممن يحاول استغلال طيبتنا وكرمنا تجعلنا نرى الملشاريع بحجم أكبر من حقيقتها منثق في وعود غير واضحة أو منقبل باقتراحات غير منطقية نكون متيقضين من نفقاتنا أو في نفقاتنا ونتجنب الإفراط في الأكل لأنه ممكن يسببنا أو يعرضنا على عصر هضم أو تخمي أو يعني مشاكل هضمية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران إيجابية بين القمر وبين عطارد طبعا برضو هاي من زوايا يوم الأربعة ذروتها ساعة 11 و22 دقيقة من ظهر يوم الأربعة ولكن بتبدأ تأثيراتها من عصر يوم الثلاثاء وبتستمر حتى صباح يوم الخميس بنشعر بقوة الفكر والقدرة على الإدراك الجيد للأمور بالإضافة إلى نشاط الذاكرة وسرعة البديهة بتزيد من خيالنا بتقوي من ذاكرتنا ومنطقنا تمنحنا كفاءات للأعمال التجارية وبرضو بصير في عنا ثقة بالنفس ومنتقلق بفضل سهولة تعبيرنا بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم أول إشي من الآن ولغاية ساعات الصباح أن المعدة والكبد والصدر والغشاء المخاطي المبيض والرحم والمهبل والثدي وغشاء الجمب وبعدها بصير عندنا برضو غشاء الصفاق والجهاز اللينفاوي وعضم الصدر هذول الأكثر حساسية لغاية ساعات الصباح أما من ساعات الصباح وما بعد يعني طيلة النهار بصير عندنا القلب الشريان الأورطي الدورة الدموية ضغط الدم معدل ضربات القلب العمود الفقري والظاهر والجانبان هذول اللي بصيروا أكثر حساسية طبعا بالنسبة لهذا اليوم يصلح للعمل العلاجي لهاي الأعضاء ولكن لا ننصح بالعمليات الكبرى لهاي الأعضاء بالنسبة للعمليات الجراحية أي عمليات جراحية دون هاي الأعضاء ما فيها أي مشكلة وهذا اليوم مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة أيضا ولكن مش بفترة قلو المسار هذا اليوم لا يصلح لزالة الشعر الزائد بالليزر ولكن يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ويصلح أيضا للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه رح ينتقل ويستقر في برج الأسد معناة قلو المسار القادم بيكون الساعة 2.8 دقائق عصرا من عصر اليوم الخميس وبيستمر حتى تمام الساعة 5.12 دقيقة عصرا بتوقيت جرينيتش ليستقر القمر بعدها في برج العذراء أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر الهلال الجديد عمره يوم في تمام الساعة 2.57 دقيقة فجرا بصغير عمره يومين النسبة للإضاءة 1% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في السرطان حتى يوم 23 سبعة سعيدة بالنسبة 100% الآن في ساعات العصر بتصير سعيدة بالنسبة 60% القمر في السرطان وبدو ينتقل للأسد ورح يظل في برج الأسد لغاية 27 سعيدة الآن بنسبة 60% في ساعات الصباح سعيد بنسبة 45% في ساعات الظهر بصير سعيد بنسبة 60% أما في ساعات العصر بترجع نسبة السعادة إلى 30% عطارد في الأسد حتى يوم 28 سبعة منتحس الآن بنسبة 10% ولكن في ساعات المساء المتأخرة بصير منتحس بنسبة 25% الزهرة في الأسد حتى يوم 23 سبعة منتحس بنسبة 50% المريخ في العذراء حتى يوم 27 ثمانية سعيد بنسبة 15% المشتري في الثور حتى يوم 4 تسعة سعيد بنسبة 30% زحل في الحوت بيتراجع حتى يوم 4-11 منتحس بنسبة 10% أورانوس في الثورة حتى يوم 29 ثمانية سعيد بنسبة 30% نبتن في الحوت بيتراجع حتى يوم 6-12 منتحس بنسبة 10% وبلوتو في الجدي بيتراجع حتى يوم 11-10 منتحس بنسبة 15% طبعاً اللي وصل معنا هلا هون دائماً بعيد نفس العبارة يعني الضغط والكبسات واللمسات السحرية والرقيقة أثناء الضغط على لايك وديس لايك وكومنت وشير وبارك الله فيكم وعليكم اضغطوا اضغطوا مهيمة ضغطيتنا الحياة يعني وقفت على ضغطة زر يا جماعة اضغط شايفك شايفك اضغط اضغط ايوة 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 اه انت بدكش تضغط لا تضغطش انت مع السلامة اوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعاً من الآن ولغاية ساعات الصباح بتنهمكوا في امور الهاصلة بالبيت والعائلة اهم اشي انهم اتحاولوا فرض وجهة نظركم على احد افراد العائلة بوسعكم ادخال اي تعديل مطلوب على مسكنكم حاولوا انكوا تخصصوا فترة لا بأس فيها من وقتكم للاهتمام بمتطلبات العائلة طبعاً الجو شوي في بعض الضغطات ولكن اليوم ممكن تسمع اخبار حلوة او جميلة او تقارب رائع بينك وبين العائلة تحديداً اما من ساعات الصباح وما بعد بتبحثوا عن قاسم مشترك بيجمعكم باحباكم وبتدخلوا فترة ايجابية جداً بتدعم من وضعكم بشكل كبير بتعيشوا لحظات سعيدة وناجحة وانفراجات وتطمينات ورومانسيات وغارميات وحب وحظ وووى الى ما لنهاي من الامور الجيدة وممكن تتمارس هواي خلال هذا اليوم او حتى امور لها علاقة بالاهتمام الشخصي زي تجميل او تتحمام تغسل وجهك يعني اشياء مثلك برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعاً بتنشطوه في السفر والاتصالات والتنقلات ولكن بتكون اكثر صبراً على الطرقات وفي بعض الاوقات تضبط عصابك من العصبية يوم مناسب لا اجتياز امتحان او مقابلة وبتتمتع بطاقة فكرية وجسدية كبيرتين او كبيرتان دافع عن مبادئك ولكن بليوني ودبلوماسية وانتبه لكلامك واحفظ خط الرجعة عشان ما تورط نفسك بمشاكل انت بغنى عنها اما من ساعات الصباح وما بعد هنا بتعيد تنظيم اموركم البيتية والعائلية ممكن يطرأ عطل منزلي او حدث عائلي تهتم فيه الاجواء جيدة على المستوى العائلي فممكن يكون عندك اجتماع لقاء خبر فرحة ام يعني او تصلحات ترميمات اشياء من هذا القبيل الاجواء ايجابية على المستوى العائلي ولكن زي ما حكينا بدك تتمالك عصابك برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعا بيظل اليوم لغاية ساعات الصباح بيحمل فرصة لمكسب مالي بتيجي هاي الفرصة عن طريق عمل اضافي او منكم اشخاص ممكن يستردوا اموال بتعودلهم او يحصلوا على هدية اهمش انه تخففوا من النفقات وتنتبهوا من النصابين والمحتالين وما تغامروا بالامور المالية بتميلوا اليوم للتفاوض والمساومة بتنشطوا بالرحلات والاتصالات وبتتجروا على المناقشة فترة ايجابية جدا بالنسبة لكم اما من ساعات الصباح وما بعد بتنشطوا في مجال السفر والاتصالات والحوارات والنقاشات اهم شي انك تكونوا اكثر وعيا على الطرقات وبرضو اكثر صبرا على الطرقات اثناء التنقلات الاجواء ايجابية ودعمة بشكل قوي جدا بالنسبة لكم بالنقاش والحوار والمقابلات والامتحانات ايضا فعشان هيك الاجواء مناسبة لكثير من المكاسب لازم تستثمرها برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا انتم مشعون بالنشاط والحيوية وقادرون على انجاز الكثير من مشاغلكم لا تترددوا في فرض وجهة نظركم ممكن تحققوا انتصار او تظهر بعض المزايا الرائعة اللي تلفت انظار الجميع فترة ايجابية حاولوا انكوا تستغلوها الاجواء داعمة بقوة ولا من ساعات الصباح بتتغير الاوضاع بشكل احسن واحسن ممكن تنهمكوا في ضبط ميزانيتكم ابتعدوا عن المشتريات الغير ضرورية واحرصوا على مالكم من السرقة او الضياع بصير الاجواء فيها بعض الايجابيات الجيدة اللي لها علاقة بالمكاسب المالية او فرص مالية او مؤستردات فوتير دفعات ترتيب وضع مالي من هذا القبيل ايضا برج الاسد بالنسبة لموليد برج الاسد طبعا بسيطر التعب عليكم لليوم الثاني على التوالي انجزوا فقط ما بوسعكم من عمل عاجل واخلدوا للراحة بتكونوا مرهقين وقليلين الحماسة لا ممكن بعضكم يكون بينتظر جواب الطاقة ما زالت ضغطة من الآن ولغاية ساعات الصباح الضغطة والظروف فارغة الاجواء هادئة جدا وممكن تصل لمرحلة الركود اما من ساعات الصباح هنا بتمتلقوا بالنشاط والحيوية وبتنقلب بعض الخيارات والتوجهات لتناسب وضعك الحالي بتتمتعوا بالقدرة على قلب المعطيات لصالحكم الاجواء بتصير ايجابية وداعمة على كل المستويات حتى على المستوى العاطفي على مستوى التحرك على مستوى الشخصية العمل يعني فيه ايجابيات ولكن عصبيتك دير بالك منها برج العذرة بالنسبة لموليد برج العذرة طبعا بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا لأصدقاء ومنكم أشخاص ممكن يشاركوا في مناسبة سعيدة ولكن اتجنبوا انتقاد اي شخص خلال هاي الفترة هاي الفترة بتحمل فرصة مناسبة لحشد التأييد والدعم وهاي الفترة مناسبة لطلب استشارة او تأييد احدهم ولكن بدأت الضغوط تتجه باتجاهك بشكل قوي لان القمر بيتجه باتجاه بيت متاعبك عشان هيك بتشعر ببعض الضغط او العصبية او التوتر من ساعات الصباح القمر بوصل لبيت المتاعب فبتدخلوا فترة غير مريحة بتلزمكم بالانتباه اكثر لصحتكم حاولوا انكم ما توقعوا على العقد وما تحسموا اي امر لانها فترة سلبية وفارغة من الطاقة والحظ حاولوا انكم تعملوا بشكل روتيني فقط برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا بتتركز جهودكم نحو عملكم وعلاقاتكم بالمسؤولين ووسعكم اثبات جدارتكم والدفاع او الدفع بمصالحكم وتعتبر هاي الساعات لغاية ساعات الصباح مناسبة للاشخاص اللي بيبحثوا عن عمل وبإمكانكم كنتعززوا وعلاقاتكم مع المسؤولين وهذا اليوم بيحمل لك مسألة شخصية ممكن تسبب لك بعض القلق او عبء بيتعلق بالبنزل او باحد افراد العائلة اما من ساعات الصباح هنا بتنشطوا بين الاصدقاء منكم اشخاص ممكن يشاركوا في حفلة او مناسبة سعيدة او تتوجه لكم دعوة او يعني النشاط الاجتماعي وممكن يكون لكم مكاسب ايضا من علاقاتكم برج العقرب بالنسبة لما وليد برج العقرب طبعا بتنشطوا في مجال السفر والاتصالات البعيدة والحوارات والنقاشات والعلاقات مع الجانب من الآن ولغاية ساعات الصباح اهم شيء تكونوا اكثر صبرا اثناء قيادة السيارة في الشوارع المفتوحة ممكن تفرح لانفراج لمسألة ضاغطة او يعني هيك يصير تواصل بعلاقاتك وتحالفاتك وتكون النتائج ايجابية ولكن بدك تنتبه لبعض التقلبات اللي ممكن تكون على المستوى الصحي اما من ساعات الصباح فهنا بتحافظوا على سمعتكم ومصالحكم الاجتماعية او بدكم تحافظوا يوم مناسب للاشخاص اللي بيبحثوا عن عمل ولكن بدكوا تتجنبوا الخلافات وتسعوا لتلطيف الاجواء وما في داعي للمغامرات او المجهزفات او مخالفة القوانين برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا بتنهمكم بضبط شؤونكم المالية المشتركة ورغم النفقات ثم فرصة لمكسب مصدر شراكة او تعويض حاولوا انك تساروا لتصحيح الاخطاء واستعادة ثقة الاخرين من الان ولغاية ساعات الصباح القمر طبعا يعني بظل عامل نوع من انواع الضغط عليكم على المستوى المالي فعشان هيك منقول لا تجازفوا ولا تغامروا على المستوى المالي والقروض وانك تدينوا شخص او تكفلوا او اشياء من هذا القبيل ولكن في بعض الحلول المادية او المكاسب المادية خلال هذا اليوم اما من ساعات الصباح بتنشطوا في مجال السفر والاتصالات البعيدة والعلاقات مع الاجانب ولكن بتكونوا اكثر صبرا ووعيا على الطرقات خاصة اثناء قيادة السيارة بين المدن مصير اليوم هذا مناسب للامتحانات والمقابلات والحوارات والنقاشات وايضا حتى على المستوى العاطفي في كثير من المزايا والايجابيات برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي بينصب اهتمامكم حول موضوع الشراكة لغاية ساعات الصباح القمر ما زال موجود مقابلكم فعشان هيك بتقدروا تبحثوا عن قاسم مشترك يجمعكم بشركاكم سواء بالعمل او العاطفي او تعزيز العلاقة معهم مصالحات تقارب تراجعا قرار سابق ولكن لا تصلحي الفترة للمشاكل والمعداء والحدية والتقلب المزاج ثبت اعصابك واضبطها بشكل جيد اما من ساعات الصباح وانا بتعيدوا تنظيم اموركم المالية المشتركة انجزوا الواجبات بدقة حتى ولو كثرت حاولوا تنفيذها دون تردد وما تلتهوا بالامور الثانوية وابعدوا عن المغامرات المالية واحذروا من النصابين والمحتالين ممكن اليوم تظهر بعض المسائل المالية اللي شوي تربكك ولكن ايه حاول قدر الامكان تكون واعي ومتزن بانك ما تغامر وتجازف بهاي الامور برج الدلو بالنسبة لما وليد برج الدلو طبعا بيتراكم لديكم العمل من الان بلشت يعني مقابلة القمر لالكم طاقتكم بلشت تنزل شوي الشوائف عشان هيك بتكون تحاولوا انجاز ما بوسعكم من عمل دون اهمال صحتكم لا تدخلوا في مواجهة مع الزملاء او رؤسائكم او زبائنكم بالعمل بتكثر عندكم اللقاءات والاجتماعات وممكن تحضروا لورشة عمل اهمش انه يعني برضو ممكن تهتموا بوضع صحي معين او مراجعات طبية اما من ساعات الصباح القمر بصير مقابلكم تماما بترغبوا في تعزيز شراكاتكم ولكن بتكونوا اكثر تفاهما لوجهة نظرهم حاذروا من الخلافات وما ضخموا الامور يعني الاجواء تقريبا بصير فيها نوع من انواع الامور الجيدة لتراجع عن قرارات تعزيز علاقاتكم مع شركاتكم مع زواجكم امور من هذا القبيل ولكن لا تصلح هاي الفترة للمشاكل والحدية والعصبية برج الحوت بالنسبة لما وليد برج الحوت طبعا بتشتد رغبتكم في التقرب من احباكم وتعزيز العلاقة معهم حاولوا تفاهم وجهة نظرهم وما تبالغوا في طلباتكم منهم من الان ولغاية ساعات الصباح ممكن تحتفل بانجاز او انتصار او تنمو بعض العلاقات وتزدهر وفترة مثمرة وفيها كثير من الانشغالات والتحركات وبرضو فيها نوع من انواع الحضوض والنجاح والتقدم لغاية ساعات الصباح اما من ساعات الصباح فان القمر بصير في البيت السادس يعني بتكت تنتبهوا لصحتكم اكثر تنتبهوا لعملكم علاقاتكم مع زملائكم بيبدأ العمل بتراكم اكثر من المعتاد وممكن تجدوا صعوبة في انجاز الكثير من اعمالكم برضو ممكن تضطر العمل لساعات اضافية او تكون مرهق ومربك ايضا فعشان هيك بدك تنتبه بشكل جيد لصحتك وغذاءك وراحتك وعصبيتك ايضا طيب هيك احنا منكون وصلنا لنهاية الحلقة فياريت اللي ما حطش لايك يحط لايك ما حطش ديسلايك يحط ديسلايك ما كتبش كومنت يكتب كومنت كتب كومنت يشطب الكومنت اشترك بالقناة يلغي اشتراك واللي ما اشترك يشترك ويعني هاي الشغلات اللي تحت ضبطوها على معرفتكم واللي ما بده الله يسامحه يعني شو بتحكي الله يهدي الله يهدي الله يهدي شو منا نعمل هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله اعلم يا رضا الله ورضا الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء